هنطلع نشوفه دلوقتي الأسر العيني الفرنساوي الحقيقة بيواصل برضو نجاحه وبيواصل أيضا مجهوداته الكبيرة للاعلان على أحدث الوحدات التي يقوم بافتتاحها وحدة المناظير بالأسر العيني الفرنساوي كاميرا صباح دريم كانت موجودة هناك لتنقل هذا الحدث العلمي الهام جدا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع على طول نستقبل ضفنة الكريم ونفتح الاتصالات لحضراتكم والحديث عن الإسكان بعد هذا التقرير أقيم بمقر مستشفى قصر العيني الفرنساوي مؤتمر صحفي للإعلان عن أحداث التجهيزات التي طرأت على وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد كما أكد الدكتور نبيل عبد المقصود مدير المستشفى في المؤتمر أنه سيتم ميكنة الصرح الطبي بالكامل لضمان سرعة تقديم خدمات طبية سريعة ومتميزة في الوقت ذاته مصر فيه مرضى كتير مصابين بأمراض سواء في الجهاز الهضمي أو في الكبد الحقيقة كتير منهم بيتم علاجهم داخل مصر لأن الخبرات المصرية قوية جدا بعض الحالات مستعصية ما ينفعش تعالج داخل مصر إما لنقص الخبرة في هذه النقطة أو لعدم وجود الإمكانيات الأجهزة لا دلوقتي الحقيقة في الأصل الفرنسيوي نحن عندنا أحدث أجهزة في مناظر الجهاز الهضمي والكبد والحقيقة دية نحن استخدمناها الحمد لله بعد افتتاح الوحدة الحاجة التانية أن تم استقدام مجموعة من الأستاذة والخبراء من تسع دول أمريكا وإيطاليا والنمسا وسويسرا ولبنان وتركيا وكوريا كل واحد من دول له خبرة في مجال معين تم تجميع تلك الخبرات وهيتم عمل حالات داخل مستشفى الأسرائي الفرنسيوي وهتم نقلها من خلال الكونفرنس والساتيلايت إلى الدول اللي هي انتريست في هذا المجال وإلى الأطباء المصريين اللي هم بيتابعوا هذا الحدث ويبون أنهم يتفاعلوا مع الأطباء والخبراء أثناء إجراء العملية احنا ممكن مثلا كل فترة بنبعت اتنين أو تلاتة أو اربعة أو أكتر من كل جامعة البرو عشان ياخدوا الخبرة دي تخيل حضرتك بقى دلوقتي لما نيجي نعمل حوالي 200 حالة في يومين بتنقلها نقل حيليف ترانسيميشن من الأسر العيني أو من المنصورة كل الناس ممكن تشوفها بالدقة شديدة جدا والخبير وبيبقى فيه كمان وسيل التواصل ما بينه وما بين الدكاترة اللي موجودين بحيث لو فيه أي استفسار عن حاجة خاصة بطريقة العمل أو التكنيكس أو كده بيقدر يرد عليهم ويقدر يستفيدوا منها طبعا الساتيلايت هو مكلف صحيح ولكن مفيد جدا أن الصورة بتاعته تبقى واضحة الصورة بتاعته تبقى قوية جدا شارب جدا بتقدر تنقل بدقة جدا صورة المنزار صورة الصنار صورة الأوبريتور هو بيشتغل فطبعا النقل عن طريق الساتيلايت ده نقل بيبقى مهم جدا وفعال جدا وواضح جدا برغم أنه قد يكون مكلف عقيقة المؤتمر يعد خطوة للكشف أيضا عن تفاصيل المؤتمر الدولي لمناظير الجهاز الهضمية والذي من المزمع إنعقاده على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الثالث وحتى الخامس من الشهر الجاري ثمانية أساتزة من دول مختلفة سيشهدون مناظرة حالات مرضية بالقصر العين وكلية طب المنصورة ونقلها إلى جميع أنحاء العالم عبر القمر الصناعي والفيديو كونفرنس كريم عبدالكريم صباح دريم